اشتركوا في القناة هخليه عشرة بحيث ان هو ما يبقاش ناحية الحافة بتاعة البوردرز اللي احنا عاملينه برا او البوردر اللي برا ده كان شكل بتاعنا محتاجين دلوقتي ان احنا نكمل باقي الدمو اللي احنا بنعمله الاول مرة طبعا احنا لسه ما شرحناش اجزاء كتيرة جدا في الدبي بي اف زي ازاي ممكن اعمل كنتينت جوه الكنترول زي اعمل انيميشنز زي ممكن افايند زي ممكن اعمل او سري دي و تو دي ستايل سبورتد كل الحاجات دي وزي كمان ممكن اكستمايزيشن لي الكنترولز بتاعي من خلال الكنتينت اه يعني ممكن احط جوه زرار صورة وليبل وطايتل وحكاك كتيرة كده هنشوف ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاي لكن ده فيديو بس اه بنأكد بي ان مسألة الكودنج هنا الاختلاف الوحيد فيها ان الدزاين هيكل الزام اللي هنبدأ نفرد له شرح مفاصل له اما الكودنج من خلال سي شارب عادي جدا طيب احنا كنا عملنا داتا بيز بالشكل ده كان في عندي اه سيد واحد اتنين تلاتة الباسورد وريتاج اه اتنين 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 محتاجين دلوقتي ان احنا نبرمج الزرار بتاعنا اول شكل الزرار اللي انا محتاجة برمجه هو الاكزت ومعناه ان انا هقفل الابليكيشن بشكل بسيط جدا ممكن اروح على اللحظ ان انا ما بقف على عندي هنا بيبقى في مجموعة اللي احنا متعودين عليها وفي عندي مجموعة الايونز دي اه حاجة هنا عند وابدأ افاير ممكن اقف على الزرار وضغط بالكلاك اقول له شو اه كود ففي الحالية دي دخلني على كود السي شارب اللي احنا متعودين عليه ما اي اختلاف بسيط جدا ان هو بيستخدم مجموعة من المكاتب يمكن تكون جديدة عليك اه زي ساستم دوت ويندوز دوت شايبس او نافيجيشنز او ميديا د او دي حاجات زيادة بلاس كمان ان الكلاس بتاعي ما بقاش فورم بيورس من فورم لا هو عبارة عن من ويندو بيورس من ويندو لكن فكرة الزرار وطريقة البرمجة بتاعه بسيطة جدا هاجي هنا واقول له انا محتاج اني اعمل كلوز يبقى ده الكود اللي انا محتاج اعمل بيه كلوز طيب محتاج ان انا اعرف مكتبتين هنا هعمل using the system.configuration using the system.data.sql client انا هنا عايز اعمل الاتصال مباشر مع قاعدة البيانات بتاعتي بشكل بسيط جدا ممكن كمان اجي على solution بتاعي هنلاقي عندنا هنا appconfig appconfig عادي خلص زي الويندو ادي عندي هنا شكل الappconfig فينفع ان انا احط في الappconfig ده مجموعة من الconfiguration لكن انا ممكن اجي هنا واقول له انا عايز تاج الconnection strings اللي هيبقى جواه add والاد هتاخد مني name هنسميه mycon والconnection string هنجيبه دلوقتي وبعدين الprovider اللي هو عبارة عن system.data.sql client بالشكل ده طيب عايز اجيب الconnection string بتاعي هفتح هنا server explorer وابدأ اعمل connect على قاعدة البيانات بتاعي هي على server dot موجودة باسم WBFDB test succeeded ok كده done ابدأ اروح للproperty اللي هي عندي connection string موجودة هنا هاخده copy وهبدأ اضيفه في خانة connection string كده انا بقى انا عملت connection string طيب بعد كده هرجع للمين ويندو تحت زرار log double click فدخلت على event طريقة تانية ان انا افتح بها event click. خبرا هو انا افتح لي click one على اساس ان انا عندي bottom وبطم one تعال نشوف المشكلة فين. المشكلة ان احنا عندنا bottom content log وال exit اللي اتنين ملهمش اكس name ملهمش naming تمام ولاحز هنا ان انا ممكن افتح الايفنت من خلال ان انا اقول له click equal ودي له اسم الماثود اللي انا عايزها طيب تعال هنا نقول ان ده لو اكس name يعني لو مسمى هي equal btn ده login تمام نفس الكلام هناخده copy وهننزل بتحت نعمل paste وابدأ اقوله ده هيبقى exit في الحالة ديت لو انا وقفت على الزرار ده وضغط double click فتح لي event بتاعه طبعا انا ممكن اعدل event ده او اشيل ده خالص ك event وارجع للدزاين بتاعي وابدأ اقول له لا في الlogin انا مش بفاير الماثود دي انا بفاير مجرد بس ماثود control مصطرة هيبدأ يقول لي انت عايز new event handler بختار new event handler فبيقول لي btn underscore click واخد اسمه نفس الكلام هنا ممكن امسح الكلام ده واضغط control مصطرة وابدأ اقول له انا عايز new event handler فهو هياخد الاسم اللي انا اعطيته له btn exit underscore click لو روحنا وضغطنا double click على ده فبقى عندي btn exit وبقى عندي btn login في الحالة ديت هاحزف الزيادة انه ما ببقاش متصل بيه وهخلي exit في كلمة close كده انا بزبط الكود بتاعي طيب محتاج كمان اني اروح على البروجيكت بتاعي لو لاحزنا كده في الرفرنس مشا نلاقي هنا system.configuration فمحتاج ان انا اضفها فاقول له add او right click على reference وadd reference واختار من reference configuration او system.configuration وابدأ اقول له اوكي في الحالة ديت اقدر هنا تحت البرشيال تحت البرشيال او البرشيال كلاس او البرشيال كلاس ابدأ اقول له stringcon string equal configuration manager dot connection strings off اللي اسمه mycon dot connection string وفي الحالة ديت ابدأ ابرمج الكود اللي عندي تحت زرار فابدأ اقول له using اللي اسي كيو الكنكشن كون ايكوال نيو من اسي كيو الكنكشن واعطيه الكنكشن string بتاعي وبعد كده con dot open يبقى انا كده فتحت الكنكشن بعد كده هابدأ اعرف الاسي كيو ال كومان اسي كيو ال كومان سي ام دي ايكوال نيو من سي ام دي هابدأ ابعط له الجملة فاحتبا عبارة عن select count of all from user tb where user name equal at user name and password equal at password كده انا عملت البرامتر بتوي هابدأ اقول له كمان الاتصال ده هيكون على con بعد كده هابدأ اقول له ان الاسي كيو ال او cmd dot common type هي equal common type dot text يعني بعت له جملة select مش store procedure طيب cmd dot user parameters dot add with value هيجي منين نديله الاول اسم اول برامتر اللي هو user name وبعدين هابدأ اعطيه هيجي من txt username dot text بعد كده cmd dot parameters dot add with value هاتي اسم البرامتر التاني وابدأ اقول له txt password dot password cmd dot execute skiller ممكن ناخد الكلام ده واقول له int result بيساوي انا طبعا لا هيرجح هيكون عبارة عن سكلر تمام؟ فهابدأ اقاست الكلام ده واقول له convert dot to int 32 لان اللي جاي object فانا كده عملت له convert بعد كده هاسأله if in result greater than zero او في الحالة دي هنعمل حاجة لو هنفتح ال application else ابدأ اطلع message box وليكون message box user name or password is incorrect والعنوان هيكون error والمسج bottom هتبقى ok ولمسج image هتكون error في اختلافات بس بسيطة ان انت هنا عندك message image مش icons عشان انت بتشتغل على ال WPF طيب بعد كده هطلب منه انه يفضل اتنين فهاجي هنا واقول له intxt username dot text هي equal string dot empty و txt لل password dot text او dot password هي equal string dot empty و txt لل username dot focus هعمل focus عليها فوق بقى هبدأ ازود format او window جديدة هاد ويندو هو بيسأل ايكون اسمها ايه هسميها اب ويندو ده شكل الاب ويندو كل انا هعمله انه هبدأ اكتب او احط عليها label هخلي ال label ده ال content بتاعه حرف c في welcome وهغير size هخليه 18 ويكون كمان بولد واتلك ممكن طبعا بغير اللون الخط الحاجات دي كلها اه مش قصتي دلوقتي بس انا عايز افتح الفورمة دي فهبدأ اقول له اب ويندو دوت او اخد منها اه اوبجيكت اب وين equal new من اب ويندو وابدأ اقول له الاب ويندو دوت شو واقدر اقول له this dot close عشان يقفل طبعا هنا لو كتبت this dot close في ال disktop application هيديني error تعالى بقى كده نبدأ نشغل application بتاعي لكن هنا هو شغال على شكل thread من غير اه ما عمل انا thread هبدأ اعمل run علشان نشوف شكل application بتاعنا هو شغال كده فتح ال application هبدأ اكتب مسلا سيد الباسورد تعالى نكتبه غلط زير واحد اتنين ثلاثة هعمل login دينا exception اسم التابل غلط اه هو users tb هنزود اس كده الغلطة عندنا كانت في users tb تعالى نعمل run مرة تانية هنكتب سيد تعالى نحط password غلط واحد اتنين ثلاثة اربعة login فعالي username or password incorrect طيب وفضهم لي طيب كتب سيد واحد اتنين ثلاثة وجيت عملت login بالفعل اتقفلت النافذة اللي قدامي وتفتحت النافذة الجديدة اللي فيها كلمة ايه ولكم بكده يبقى احنا وضحنا طريقة التعامل بالكود بشكل بسيط جدا مع الو بي اف ما فيش اختلاف كتير كده يبقى احنا عملنا الديمو الاولاني لكن هيبقى انا عودة تانية مع بقية تفاصيل الزامل وطريقة التعامل معاه ارجو ان الفيديو ده تكون واضح لو عجبك الفيديو استفدت منه وارد تعمل لايك وارد تعمل سبسكراب عشان تجي لك باية الفيديوهات اللي بنعملها القناة مشكل الناس بنعملها القناة من خلال لايك وسبسكراب وشير للفيديو على دي ما تقدروا واخيرا خليك اجابة وافشل معلومة عندك شير في الخير اشعر وان شاء الله الخير فيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته